تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الصامتة ضد ما تقول إنها أهداف لتنظيم القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على وقع انهيار الدولة وفقدان السيادة الوطنية في اليمن مئات الغارات التي نفذتها الطائرات الأمريكية بدون طيار على مناطق شاسعة في اليمن تجاوزت أكثر من نصف المحافظات اليمنية منذ أن تم السماح بتنفيذ تلك الغارات مطلع عام 2001 في محافظة مأرب شمال شرق البلاد غالبا ما تؤدي الغارات الأمريكية لسقوط ضحايا مدنيين جراء عدم مراعاة قواعد الاشتباك وسبق أن سجل مقتل عشرات المدنيين في الغارات الأمريكية في منطقة المعجلة وفي البيضاء حيث تم استهداف موكب أعراس كما سقط أطفال ونساء في الإنزال الجوي الذي استهدف منطقة قيفة مطلع العام الجاري مساء أمس سقط سبعة مدنيين بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة جراء غارات شنتها طائرات من دون طيار في محافظة البيضاء سجلت مراكز بحثية أمريكية وقوع أكثر من مائة وعشرين غارة للطائرات بدون طيار منذ بداية العام الجاري وهذا الرقم قد يبدو أقل بكثير من عدد الغارات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى الحرب الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب تظل غامضة وغير خاضعة للمعايير الأخلاقية والقانونية واستمرارها يكشف عن الدور الأمريكي في استمرار الأزمة في اليمن ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقيقة علاقتها مع كافة الأطراف بما فيها تلك التي تدعي عداء أمريكيا بينما تستفيد من عملياته على الأرض استمرار سقوط المدنيين بنيران الميليشيا والطائرات الأمريكية بدون طيار يعد أحد أشكال أزمة الضمير الإنساني العالمي وغياب العدالة وتبقى الأسئلة حول مشروعية تلك الضربات وحقوق الضحايا مفتوحة على مصراعيها بانتظار عودة دولة تعيد لليمنيين قيمتهم وتوقف الموت العابر للحدود